موسيقى وأستاذ زهيني عفيفي مخرج طبعاً مصرحي من أهم مخرجي مصرح يعني في جيله وأنا بصديقي يعني بحبه جداً وحب شغله من وانا صغيرة بتفرق عليه يعني فأكيد سعيدة جداً أنا بقدم معي عرض المرة التانية وأكيد سعيدة جداً فكرة الموسيقى لأن أنا أغني لايف وأرقص وأمسئل وعم كل حاجة موسيقى 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 أنا اسمي زهرة بالصدفة بس هي زهرة اللي أنا بلعب دورها ملايش علاكو بشخصيتي خلص وهي البنة اللي في وقه الستينيات بأحلامها بمحاطة بطريق حبها ومش هايحرق أكتر من كتن رمضان بقى على أندج إن شاء الله إكيد هنخرج مسلسل جديد وأكيد نقول لك كاراة 24 يبقى من وارن إن شاء الله لا أنا ما بشوفش إن فيه نودة كتاب مسرح أنا بشوف نودة إنتاج مسرح والحقيقة إنه بشكل شخصي جدا كنت لسه بقول إنه إحنا فيه إنريتشمند كده أنا بشكل شخصي حسايا بقالي فترة إنه بقالي كم شهر بحضر عروض مسرحية مؤخرا فمبسوطة جدا من حالة الانتعاشة دي بس إحنا بقالنا سنين عندنا مشكلة في إن المسرح يبقى مفتوح أصلا ويبقى بيقام عليه عروض لكن كتاب المسرح موجودين ومسين مسرح موجودين جدا والمسرح يعني أبو الفنون مبسوطة جدا ما بقولك أنا حتى بشكل شخصي شعرب ده وحضرت كذا عرض فسعيدة جدا جدا بالتجاهة الدولة نحو إنها تبقى بتركز في المسرح وإن المسرح يتفتحتين ويبقى فيه مجالات مختلفة وعروض مختلفة وجهات إنتاج كمان مختلفة أشكرني أعذر أخير شكرا أخبره شكرا اشتركوا في القناة